دولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي وجه تحديا للنوادي الكبرى بإنجلترا بشأن السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تريمير ليك أحسن دوري في العالم فمحرز نجمنا الجزائري سافيرنا دار حوار مع صحيفة الديلي ميل البريطانية قال نريد حقا الفوز مرة أخرى عندما يبدأ الموسم قد يكون الأمر سهلا هذا العام أو يمكن أن نعاني قليلا فيها شوية فخر يعني من نجم مانسيتي وأضاف نجم الجزائر والمانسيتي أنه حاليا ينتبني شعور رائع يبدو بأن محرز شفية ينتبني شعور رائع وأعتقد أنني قادر على مواصلة اللعب لفترة طويلة وأشعر أنني في حالة جيدة جدا في الوقت الحالي بسبب طبيعتي وبنية الجسدية كما أنني لم أفقد الرتم وأنا نحيف هو نحيف ولم أتغيب عن أي حصة تدريبية طيلة مشواري كما أنني لم أتعرض لأي إصابة الحمد لله رياد محرز يطمئن جماير المانسيتي فمتى يطمئن رياد محرز جماير المنتخب الوطني الجزائري بنفس هذا الحماس ونفس هذه اللغة لأنه آخر خبر كان أن محرز لم يشارك في التربصة على المنتخب الوطني بسبب الإصابة وإحنا تقلقنا عليه ونجمنا الجزائري الأول فأتمنى أن تنتقل عدوى الحماسة هذه تعلمانسيتي إلى محرز في طبعته الجزائرية كقائد المنتخب الوطني الجزائري قال حتى محرز تصريحات مهمة في الديلي ميل قال أننا ما فعلنا في السنوات الأربع أو الخمس الماضية مذهل وسيكون من الجيد الاستمرار ومحاولة تحطيم الأرقام القياسية وطبعا هو يتحدث لصحيفة بريطانية الديلي ميل وبالتالي يخاطب جمهور المانسيتي في كل العالم ولكن كما قلت إن شاء الله الحماسة هذه تكون عند محرز الذي يلعب معنا في المنتخب الوطني